حضر وزير الخارجية سامح شكري من مقاطر تنفيذ أي هجوم واسع النتاق على مدينة رفح الفلسطينية وخلال اللقاء مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين على همش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل جدت شكري رفض مصر القاطع لعية إجراءات تفضي إلى تهجيل الفلسطينيين خارج القطاع لما في ذلك من تصفيت القضية الفلسطينية وتهديد للأمن القومي للدول المجاورة كما أكد شكري على ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار والبدء في حوار جاد حول مستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية وعرب شكري عن رفض مصر للاستمرار وعجز مجلس الأمن عن المطالبة الصريحة بوقف إطلاق النار نتيجة تكرار استخدام الفيتو الأمريكي غير المبرر